بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها السادة والسيدات والله هناك إحكام في القرآن يجعل العقل يتوقف أنا الآن قدرا أقلب برنامج إحصاء القرآن فصدفت آية الحقيقة يعني آية عظيمة جدا تنزه الله عز وجل في سورة طه فتعالى الله الملك الحق معنى تعالى أي تعظم معنى تعالى أي أن الله أكبر من كل شيء أي أن الله وسع علمه كل شيء أي أن الله أعلى وأكبر مما يفترئ الملحدون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على القرآن يخاف أن لا ينسى يخاف أن تذهب كلمة من دماغه أو يقصر في إيصال الرسالة يخاف أن ينسى آية معينة فيحب أن يعني كان يعجل عليه الصلاة والسلام ليتلقى أكبر كمية من الوحي يريد أن يبلغ الناس يريد أن يفيد الناس يحب الخير للناس من شدة حبه للخير كان يعجل بالقرآن يريد المزيد لأنه يحب كلام الله عز وجل فيطلب المزيد لكي يبلغ الناس ينقذهم من نار جهنم يهديهم من الظلمات إلى النور فالله ماذا قال له رحمة به وليس عتابا له رحمة به يعني يا رسول الله أرحم نفسك اهدأ قليلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما فهذه الآية تعلمنا الهدوء تعلمنا الطمأنينة تعلمنا أن لا نعجل في أي شيء لأن الإنسان خلق من عجل خلق الإنسان من عجل فالإنسان مجبول ومخلوق من عجل يحب السرعة يحب يتلهف لفعل المزيد حتى إذا اهتم بالدنيا تجده يتكالب على الدنيا يريد أن ينجز كل شيء في نفس اللحظة فيأتيه الموت فجأة فيصبح من النادمين فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما هذه الحقيقة آية موجودة في القرآن قد يقول أي ملحد أين الإعجاز فيها ما الفرق بينها وبين بقية آيات القرآن ما الفرق بينها وبين كلام الشعراء مثلا بما أن الله عز وجل وضع إعجازا وإحكاما في كتابه لابد أن إذا بحثنا عن هذا الإحكام لابد أن نجد هذا الإحكام طبعا يجب أن نجده أيها الأحبة الحقيقة هذه الآية فيها كلمة محورية هي كلمة القرآن القرآن أيها الأحبة عندما نزلت هذه الآية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كم سيكون عدد سور القرآن يعني القرآن نحن نعلم اكتمل وحي القرآن بمئة وأربعة عشرة أو أربعة عشرة سورة مئة وأربعة عشرة سورة آخر سورة سورة النصر عندما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذه الآية بشرت النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالفتح وأمرته هذه السورة بالاستغفار قبل لقاء ربي عز وجل وأدرك بعض الصحابة الكرام أن هذه السورة هي يعني إشارة إلى انقضاء عمر النبي أو إلى وفاة النبي وانقضاء وحي القرآن مئة وأربعة عشرة سورة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم لأنه لا يعلم الغيب والناس لا يعلمون كم سيكون عدد سور القرآن مئة وأربعة عش ولكن علمنا أن عدد سور القرآن مئة وأربعة عش بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف الوحي فلا يستطيع أحد أن يضيف سورة أو يحذف سورة من القرآن هناك بعض الطوائف للأسف يدعون أن هناك سورا حذفت من القرآن والسور أضيفت وآيات حذفت وآيات هناك ملحدون يدعون ذلك طيب هنا أراد الله أن يودع معجزة في هذه الآية يدلني أنا وأنت من خلال هذه المعجزة أن هذا القرآن هو مئة وأربعة عشرة وأنه محفوظ وأن كل كلمة في القرآن لها إحكام وإعجاز ولها يعني دليل رقمي شفرة رقمية تدلك على أن هذا القرآن لم يتغير فيه حرف واحد منذ أن أنزله الله حتى يوم القيامة أول ملاحظة أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الآية الكريمة في سورة طاه تحت الرقم مئة وأربعة عش هذه أول إشارة رقم الآية الكريمة فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما هذه الآية أحبة في الله عدد رقمها في سورة طاه مئة أربعة عش وهي آية مكية سورة طاه نزلت في مكة في أوائل الدعوة فلم يكن أحد يستطيع أن يضع إعجازا أو متفرغا للحسابات والأرقام يعني وضعها تحت الرقم مئة أربعة عش رقم هذه الآية مئة أربعة عش هو نفس عدد سور القرآن طبعا هذا الأمر قد يقول قائل هو مصادفة ولكن الحقيقة الآية تتحدث عن القرآن وإنقضاء وحي القرآن متى انقضى وحي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم متى توقف بعد أن بلغ عدد سور القرآن مئة أربعة عش إذن رقم مئة أربعة عش رقم تدل عليه الآية ضمنيا ودلت عليه أكثر أننا نجد رقم هذه الآية مئة أربعة عش الحقيقة هناك شيء أكثر إعجازاً كشفه لنا برنامج إحصاء القرآن الكريم دعونا نتأمل هذا البرنامج ونرى هذه الدقة في كلمات الله سبحانه وتعالى هذا هو برنامج إحصاء القرآن أنا فتحت على الآية الكريمة هنا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علم أستخدم هنا الرسم الأول يمكن أن تستخدم الرسم العثماني لمن يحب الآية أمامنا أيها الأحبة كما نرى رقمها هنا في سورة طاها دققوا معي هذا الرقم هنا هذه الآية رقمها كم؟ 114 رقمها في سورة طاها 114 الحقيقة الشيء المعجز الذي أود أن أحدثكم عنه أن كلمة بالقرآن هنا التي تدل على الرقم 114 لأن عدد سور القرآن 114 فكلمة بالقرآن لها ترتيب عجيب ضمن المصحف الشريف نحن طبعا نستخدم رواية حفص عن عاصم التي تم بناء هذا البرنامج عليها هنا أيها الأحبة كلمة بالقرآن كم ترتيبها على مستوى القرآن؟ كم ترتيبها؟ أول شيء عدد سور القرآن 114 114 هذا يساوي 19 مضروبا في 6 19 مضروبا في 6 دعونا نوضح هذا من خلال هنا أيها الأحبة إذن عدد سور القرآن أكبر الخط قليلا يساوي 114 ويساوي 19 مضروبا في 6 لماذا أكتب هذا الكلام؟ لنكتشف شيئا مهما أيها الأحبة إذن عدد سور القرآن هو 19 مضروبا في 6 طبعا كلمة القرآن عدد حروفها 6 1 2 3 4 5 6 والعدد 19 هو أول عدد صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول عدد صحيح نزل على النبي قبل الرقم 7 وقبل بقية الأرقام العدد 19 في قوله تعالى في سورة المدثر وتعلمون سورة المدثر يا أيها المدثر من أوائل السور التي نزلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر عن ذلك الرجل المتكبر الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم واستكبر وقال السحرون يؤثر عن القرآن لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي 19 عدتهم إلا فتنة إلى آخرهم إذن هذا العدد أول الأعداد نزولا طيب من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد سور القرآن سيكون من مضاعفات هذا العدد ليبدأ يعني إنزال القرآن وبداية القرآن بالعدد 19 طيب هذه فقط يعني على جنب ملاحظة الآن دعوني أعود إلى كلمة بالقرآن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمه كلمة بالقرآن أحبتي في الله هذه الكلمة أين موضوع أنا لدي هنا لدي هنا أحبتي في الله بيانات رقم آخر كلمة محددة هذه الكلمة التي قمنا بتحديدها رقمها في المصحف يعني تسلسلها يعني المصحف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم باسمه رقمها واحد الله رقمها اثنين الرحمن ثلاثة الرحيم أربعة الحمد خمسة لله ربي العالمين الرحمن الرحيم عشرة مالك إدعش وهكذا حتى نصل إلى آخر كلمة في القرآن عدد كلمات القرآن حسب هذا البرنامج سبع وسبعين ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين كلمة طيب كلمة بالقرآن التي تشير لانقضاء وحي القرآن يعني مية وأربعة عشر أين وضعت في داخل القرآن وضعت في سورة طه تحت الرقم مية وأربعة عشر طيب لماذا في هذا المكان بالذات لماذا لم توضع قبل آية أو بعد آية سنكتشف السر الآن أيها الأحبة ترتيب الكلمة هذه بالقرآن المحددة طبعا نحن عندما نحدد كلمة هكذا فتعالى ترتيبها هكذا هنا 144148 الله عز وجل 14140 الملك خمسين هنا 1404150 الحق 41151 ولا 52 تعجل 53 بالقرآن 54 انظروا ماذا يساوي هذا العدد يساوي 19 في 19 في 19 في 6 19 في 6 هذه تساوي 114 عدد سور القرآن يعني أصبح لدينا 114 مضروبا بـ 19 مضروبا بـ 19 ورقم الآية 114 سبحان الله دعوني أكتب هذه القاعدة هنا أيها الأحبة إذن هذه الآية هذه الآية لو قمنا بوضعها هنا كلمة بالقرآن هذه الكلمة سيكون رقمها 114 ضرب 19 ضرب 19 انظروا كم هذا الرقم معجز إذن كلمة بالقرآن ولا تعجل بالقرآن رقم هذه الكلمة 114 الذي هو عدد سور القرآن أصلا في 19 في 19 والعدد 19 له إعجاز كبير في القرآن كما تعلمون أيها الأحبة وهو أول عدد صحيح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني أنا أقول لماذا أيضا 19 العدد 19 عدد أول لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد هو دليل على وحدانية لا على فكرة والعدد 19 يمثل بداية الأعداد الصحيحة ونهايتها يعني العدد واحد بداية الأعداد الصحيحة والعدد تسعة نهاية الأعداد الصحيحة من واحد إلى تسعة ثم تتكرر الأرقام بعد ذلك طيب أنا لدي هنا أيها الأحبة مفارقة عجيبة أيضا ومذهلة أن الله عز وجل عندما ركب حروف هذه الآية نحن نعلم أن عدد حروف اللغة العربية كم ثمانية وعشرون حرفا عدد حروف اللغة العربية لغة القرآن ثمانية وعشرون حرفا كم حرفا اختار ليبني هذه الآية الكريمة هل يمكن أن يكون تسعة عشر نعم انظروا هنا أيها الأحبة هنا هنا البرنامج يعطيني عدد الحروف الهجائية المستخدمة في بناء هذه الآية طبعا الآية التي قبلها استخدم الله عشرين حرف والتي بعدها خمسة عشر حرف التي بعدها خمسة عشر هذه الآية بالذات بالذات الآية مية وأربعة عشر استخدم الله في بنائها تسعة عشر حرف مثلا اللام ذكر تلتعش مرة الألف عشر مرات الياء ست مرات القاف خمس مرات النون أربعة الواوت ثلاثة الميم ثلاثة عين ثلاثة الباء ثلاثة الهائت اثنان الكاف اثنان الراء اثنين الحاء اثنين وهكذا أيها الأحبة وهناك تسعة أحرف لم تذكر إذن الله عز وجل وضع هذه الآية في مكان داخل سورة طه داخل سورة طه وضعها أين رقم 114 يساوي 19 في 6 مضاعفات 19 ويساوي عدد سورة القرآن 19 في 6 وكلمة القرآن هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي تحقق هذه المعادلة لا توجد كلمة أخرى يعني أن تجد كلمة في القرآن من مضاعفات العدد 114 في 19 في 19 أو مضاعفات أخرى قريبة من هذه لا يوجد إلا هذه الكلمة القرآن يعني كأن الله يريد أن يقول لك انظر على مستوى الكلمة هناك دقة يعني كلمة القرآن سأعيد أيها الأحبة انظروا هنا ترتيب ترتيب هذه الكلمة هنا أحبة في الله 41 يعني أنا أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذا منتهى الإعجاز ومنتهى القوة في إحكام كلمات القرآن وفي ترتيب هذه الكلمات ضمن كلام الله تبارك وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتنبأ بأن عدد سور القرآن سيكون 14 عندما أنزلت هذه الآية ولا يمكن أن يكون لديه القدرة ولا لكل أدباء الدنيا ولا الإنس ولا الجن حتى أن يتحكموا بالحروف الهجائية التي تتألف منها الآية يعني اليوم أعظم مؤلف في العالم ربما يناور بعدد الكلمات عدد الحروف الإجمالي مثلا أما أن يتحكم بعدد الحروف الهجائية يقول أنا سأكتب آية أشير فيها إلى القرآن وأذكر فيها القرآن وسيكون رقم هذه الآية هو نفس عدد سور القرآن 114 وسيكون يعني 19 في 6 ويكون عدد الحروف التي سأستخدمها في كتابة هذه الآية هو 19 حرفا بالضبط وكلمة بالقرآن التي هي محور هذه الآية سأجعل ترتيبها 19 في 19 في 19 في 6 مثلا هذا ليس بمقدور البشر أيها الأحبة لذلك الله عز وجل عندما يقول قل لئني جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يهدي به من يشاء من عباده الضالين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته